بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسيدة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أتقدم بتحية إعزاز وتقدير لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الكريمة لاجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية وحرص سيادته الدائم على دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون البناء بين مصر وأشقائها الأفارقة في شتى المجالات وبالأصالة عن مجلس وزراء جمهورية مصر العربية يسعدني أن أرحب بكم جميعا في مصر أرض الكنانة قلب أفريقيا النابض وضميرها الساعي دوما إلى دعم العمل الأفريقي المشترك من أجل أفريقيا موحدة قوية تنعم بالاستقرار والأمن والسلام والتنمية إن اجتماعكم السادس رفيع المستوى الذي ينعقد اليوم بالقاهرة يأتي استمرارا لجهودكم المتواصلة خلال الأعوام الثاء السابقة من أجل التباحث وتبادل الرؤى ومد جسور التعاون بين المؤسسات الدستورية العليا في بلادنا الأفريقية وصولا إلى تحقيق المستوى الأعلى لطموحات شعوبنا الأفريقية في الحرية والعدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان قضاة أفريقيا العظام السيدات والسادة الحضور إن قارتنا الأفريقية تذخر بمواردها الطبيعية الهائلة منها ما تتشارك فيه العديد من دول القارة وهذه الموارد ملك لشعوبنا نلتزم دائما بالمحافظة عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها وقد أضحى هذا الالتزام مبدأا دستوريا ساميا حرصت وثائقنا الدستورية على النص عليه في صلبها وهو ما يوجب على دول القارة العمل الجاد والمشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والاستثمار فيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قارتنا وصولا إلى الهدف المنشود وهو رفاهية شعوبنا الأفريقية إن الحفاظ على الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية لم يعد خيارا مطروحا وإنما أضحى التزاما وواجبا على جميع دول القارة في عالم يموج اليوم باضطرابات سياسية واقتصادية تفرد علينا جميعا التعاون المشترك والمبادرة إلى تحقيق هذا الهدف كما إن التزام دول القارة بالحفاظ على الموارد الطبيعية يلقي على عاتق حضراتكم في اجتماعكم رفيع المستوى مسئولية البحث وتبادل الفكر ووضع مبادئ مشتركة وضمانات دستورية لحماية وتنمية الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية بحسبانكم خيرة عقولها وكبار قضاتها وإن جمهورية مصر العربية تمد يد العون وتضع جميع إمكاناتها البشرية والعلمية والفنية للمشاركة مع الأشقاء في قارة إفريقيا للنهوض بقارتنا نحو مستقبل أفضل في شتى المجالات السيدات والسادة الحضور الكريم إن قارة أفريقيا جزء مهم من العالم وإن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تفرض علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية لمواجهة تلك التحديات من منظور قانوني ودستوري وذلك للحد من الآثار السلبية للنزاعات الدولية على اقتصاديات بلادنا الأفريقية لكي تواصل دولنا قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي والقيام بدورها في حماية مقدرات شعوبها ودعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً تحقيقاً للمبدأ الدستوري الأسمى وهو العدالة الاجتماعية السادة الأجلاء قضاة أفريقيا إن نجاح اجتماعاتكم الخمسة السابقة وما أصفرت عنه من نتائج إيجابية نحو تطوير العمل القضائي المشترك في قرتنا الأفريقية يعطي لنا الكثير من الثقة في نجاح اجتماعكم السادس في تحقيق أهدافه المرجوة وإننا نتطلع مع شعوبنا الأفريقية لنجني ثمار اجتماعكم الكريم ويحدون الأمل في مزيد من التعاون من أجل أفريقيا مع تمنياتي لكم بالتوفيق وطيب الإقامة في بلدكم الثاني نصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا